اشتركوا في القناة الالكتروني الخاص اللي بتاخده من منصة معينة هذه المنصة هي منصة توكلنا كل اللي عليك تسويه بعد دخولك على الموقع لاحظ معايا كل شغلنا حيكون على المتصفح وليس على التطبيقات الموجودة عندك على أجهزة الجوال فلازم تدخل من المتصفح تقدر تدخل المتصفح من خلال الجوال من خلال الجهاز اللوحي أيضا من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب فأهم شيء يكون المتصفح وليس التطبيق رابط صفحة توكلنا كذلك رابط صفحة مدرستي بترك لك هي بصندوق الوصف أسفل الفيديو فأول شيء عليك تسويه إنك تدخل على صفحة توكلنا هنا بتحط رقم هوية ولي الأمر سواء كان هوية وطنية أو هوية مقيم وكلمة المرور الخاصة فيها طبعا اللي مو مسجل في تطبيق توكلنا أو حساب توكلنا من قبل هترك لك شرح التسجيل في صندوق الوصف أسفل الفيديو أو بإمكانك تسوي تسجيل جديد وتعبل بيانات بشكل سهل جدا فبما أنه أنا عندي حساب فكل علي بسويه بتخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة فيها أحيانا عند تسجيل الدخول ممكن تظهر معاك هذا الصفحة هنا أعرف أن الموقع معلق أو عليه ضغط فحاول في وقت لاحق الآن هيجيك رمز الدخول على رسالة نصية على جوالك فبتعبيها الخانة وبتضغط على التالي في هذه الخانة بيكون ظاهر عندك صورة ولي الأمر الاسم بالكامل كذلك رقم الهوية حتلاقي على الجهة اليسرى أول خانة عندك بيانات منصة مدرستي ومكتوب من هنا الحصول على بيانات الدخول بتضغط على هذه الخانة الآن هنا بيظهر لك جميع أطفالك المسجلين في النظام لو بعضهم ما طلع معاك أو ما طلع أي أحد من أطفالك هنا عارف أنه بس يحتاج وقت تحديث فجرب بعد يوم بعد ساعتين بعد ثلاثة بيكون اتحدثت البيانات وإن شاء الله جميع أطفالك بيظهروا فبيكون مكتوب بأول خانة اسم طفلك بعدها اسم المستخدم وبعدها رقم الهوية الوطنية أو هوية مقيم فأنت اللي حتحتاجه من هذه الخانة هو فقط اسم المستخدم اسم المستخدم هو البريد الإلكتروني اللي إحنا حنتسجل الدخول فيه في منصة مدرستي أو موقع مدرستي طيب إحنا الآن عندنا البريد الإلكتروني نحتاج فقط إلى كلمة المرور مع البريد الإلكتروني فحنقول له إرسال كلمة المرور الآن تم إرسال بيانات كلمة المرور لرقم جوالك بنجاح الآن المفروض أنها خلص وصلت الآن كلمة المرور بنجاح فالآن إحنا نمتلك اللي هو البريد الإلكتروني اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور فحننسخ اسم المستخدم الموجود هنا وسجله عندك مثلاً بالملاحظات عشان ما تحتاج كل مرة تدخل اللي هو على توكننا لأنه هذا بيكون ثابت معك الآن بنتجه إلى موقع مدرستي وبنضغط على تسجيل الدخول بعدها بنختار حساب مايكروسوفت أوفيس أول خانة هنا حنسوي لصق لإسم المستخدم اللي أخذناه من توكلنا اللي هو البريد الإلكتروني بعد ما ضغطنا على التالي حناخد كلمة المرور اللي جاتنا برسالة نصية على جوالنا وبعدها حنسوي تسجيل الدخول الآن حجيك هذه الخانات بيقولك أنه كلمة المرور اللي احنا أرسلناه لك هي برسالة نصية إنها كلمة مرور مؤقتة فقط فكل اللي عليك تسويه إنه طالب إنك تغير هذه الكلمة فحنحط الكلمة اللي هو أرسلناه هي برسالة نصية بالخانة الأولى بعدها بنخصص لنفسنا كلمة مرور وبنكررها في الخانة الثالثة وحنقول له تسجيل الدخول الآن في هذه الخطوة أو في هذه الصفحة طالب مني تفعيل التحقق بخطوتين أول خانة طالب مني إضافة رقم جوال والخانة الثانية طالب مني اللي هو بريد إلكتروني إضافي فحنضبط أول وحدة اللي هو هنحط رقم الجوال الخاص فينا حنختار من أول خانة الدولة خلاص طلع لك المملكة العربية السعودية هنا بتكمل رقم جوالك عادي يعني رقم جوالك صفر خمسة بدون الصفر الأول حتكمل خمسة وباقي رقم جوالك لأنه هنا حتطلق المفتاح وهنا فيه خيارين عندك خيار الاتصال وخيار اللي هو رسالة نصية حاختار اللي هو رسالة نصية الآن وصلت الرسالة نعبي الرقم اللي وصلنا برسالة نصية وبنقول له توثيق الآن هنا خلاص اتحققنا من رقم الجوال هنا نضيف بريد إلكتروني إضافي طبعا بريد إلكتروني خاص فيك سواء هوتميل، آوتلوك، جيميل، ياهو اللي يكون المهم يكون بريد إلكتروني تعرف كلمة المرورة الخاصة فيه وهنا ما في الخيار واحد طبعا ما هيقدر اتصل لك على الإيميل أكيد فهنقول له اللي هو إرسال بريد إلكتروني هنا بتروح تفتح بريدك الإلكتروني هتلاقي اللي هو رمز التوثيق بعد ما وصلني الرمز على البريد هسوي توثيق وبهذه الخطوة أكون خلصت خلاص كامل اللي هو البيانات أصبح عندي اللي هو البريد الخاص بالطفل وكلمة المرور ووثقت حسابه بكلمة اللي هو عن طريق رقم الجوال وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني الإضافي الآن بسوي خلاص إنهاء وهنا خلاص نكون انتهينا الخطوة الأخيرة فتحت منصة مدرستي وهنا البيانات واضحة كلها قدامك كل التوفيق للجميع ويعطيكم ألف عافية وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر